بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اليوم مع الحصة الثانية من حصة الضواهر اللغوية يعني الحصة الثانية من درس العدد وأحواله في الحصة الماضية تحدثنا عن العدد المفرد والعدد المركب طيب سنعود بفلاصة بسيطة قلنا بأن العدد أربعة أنواع العدد المفرد والعدد المركب والعدد المعطوف وألفاظ العقود العدد المفرد ما هو؟ يعني ما كان من لفظ واحد مفردة واحدة من واحد إلى عشرة وقوى عشرة التي فيها قوى عشرة مثلا عشرة أس كذا عشرة أس واحد أس تنين أس ثلاثة التي فيها لفظة واحدة مثلا واحد اثناء ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة مئة ألف مليون تريليون بليون هذه كلها أعداد مفردة من كلمة واحدة أعداد مركبة يعني تكون من كلمتين انظر كلمتين لاحظ معي ننظر إلى العدد من جانب لغوي وليس من جانب رياضي إذا نظرنا إلى العدد من جانب رياضي يصير الأحد عشر والواحد والعشرين والتسعة وخمسين يعني نفس الشيء لكن لما ننظر إليه من جانب لغوي أحد عشر يتكون من كلمتين أحد عشر واحد و وعشرون ثلاث كلمات واحد وعشرون تسعة وخمسون واضح؟ أيضاً لو ننظر إلى العدد من جانب رياضي إصير الواحد والاثنين والعشرون سواء واحد في كلمة واحدة اثنان من كلمة واحدة عشرون من كلمة واحدة لكن لأن هذه العشرون والثلاثون والأربعون تشبه جبع المذكر السالم يعني صار لها حكم لوحدها لابد أن تنتبه إلى هذا الشيء نحن في اللغة العربية وليس في الرياضية العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر العدد المعطوف لاحظ معي نبدأ بالعقود العقود هي لو تذكر لما كنا في السنة الأولى كانت أم السعد مرأة في العقد الخامس من عمرها طويلة القامة رقيقة العود انظر العقد الخامس من عمرها لما سألناكم قلتم خمسين سنة إذن العقود هي نبدأ من العشرين عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون إذن من عشرين إلى تسعين طيب لو نأتي الآن هنا ماذا ينقصنا تقول آه ذكرنا من أحد عشر إلى تسعة عشر وذكرنا عشرون ثلاثون تبقى الآن من واحد وعشرين حتى تسعة وتسعين حتى تسعة وتسعين ما عدى العقود يعني من واحد وعشرين إلى تسعة وعشرين ثم نزع الثلاثين ثم واحد وثلاثون إلى تسعة وثلاثون ننزع الأربعون وهكذا حتى تسعة وتسعين من أمثلة ذلك زرت سبع ولايات انظر سبع مفعول به منصوب وعلامة نصبي لفتح الظاهر على آخره ذكرنا في العدد المفرد قلنا بأن الواحد واثنان يطابقان المعدود الواحد واثنان يطابقان المعدود اشتريت كتابا واحدا اشتريت مجلة واحدة اشتريت كتابان اثنان اشتريت مجلتان اثنتان وقلنا بأن الواحد واثنان لما يأتيان بعد المعدود نعربهما نعتا نعربهما نعتا كتابا واحدا واحدا نعتا كتابا اثنان اثنان نعتا طيب من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود يخالف المعدود من ثلاثة إلى عشرة انظر سبع ولايات ولاية مؤنث وضعنا سبع بدون تاء مربوطة بدون تاء لو كانت بلدان نقول زرت سبعة بلدان بلد مذكر اذا تأتي سبعة والذي بعدها يعرب مضافا اليه الذي بعد الاعداد المفردة يعرب مضافا اليه بالنسبة لي قوى عشرة قل مئة الف مليون إلى غير ذلك هذه لا تتغير مع التذكير والتأنيث طيب الاعداد المركبة من أحد عشر واثنى عشر لهما حكم خاص ومن ثلاثة عشر إلى تسعة عشر لهما حكم خاص أحد عشر واثنى عشر الجزئين يطابقاني المعدود أحد عشر كوكبا كوكب مذكر نقول أحد وعشر لو كانت جزيرة إحدى مؤنث أحد إحدى ومؤنث اثناني اثنتاني هكذا أحد عشر كوكبا إحدى عشرة مراءة اثنى عشر كوكبا اثنتا عشرة مراءة من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر الجزء الأول مثل الأعداد المركبة والجزء الثاني الجزء الأول مثل الأعداد المفردة الأول يخالف وهو الثاني يطابق والثاني يطابق إعرابهما طيب أحد عشر ومن ثلاثة عشر إلى تسعة عشر يعني ننزع اثنى عشر نعربه اسم عدد انظر اسم عدد مبني على فتح الجزئين في محل وتذكر محل من الإعراب ممكن يكون فاعل ممكن يكون مفعول به ممكن يكون اسم مجرور بنسبة لي اثنى عشر يعرب جزءه الأول حسب موقعه في الجملة ويعامل معاملة مثنى أما جزءه الثاني جزء من العدد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب رأيت ثنى عشر ثنى عشر كوكبا ثنى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف رأيت ثني عشر كوكبا لأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر باليا رأيت ثني عشر كوكبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الي لأنه ملحق بالمثنى عشرة عشرة جزء من العدد المبنيون على الفتح لمحلونه من الإعراب الذي بعد الأعداد من 11 إلى 19 نعربه تمييزا كوكبا تمييز اليوم إن شاء الله نعود إلى موضوعنا اليوم سنتعرف على كما قلنا سنركز على الفاظ العقود والأعداد المعطوفة بالنسبة للفاظ العقود لاحظ معي هذه الأمثلة طيب لاحظ معي هذين المثالين طبعت مؤسسة الطباعة عشرين مجلة وثلاثين عنوانا صحفيا سحب ثلاثة وعشرون عنوانا أعيدت منها ثلاث وخمسون رزمة طيب لاحظ معي الآن هذا المثال أين العدد؟ أين العدد؟ ستقول بأن العدد هو عشرين العدد الثاني أين هو؟ ثلاثين ثلاثين المعدود مجلة وعنوانا طيب هذا المثال الأول قلنا لما قسمنا المرة الماضية الأعداد قلنا بأن العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين هذه نسميها ألفاظ العقود ألفاظ العقود طيب لاحظ معي الآن عشرين مجلة طيب مجلة مؤنث غير مجلة بكتابا غير مجلة بكتابا تبقى عشرين كتابا إذن هل تغيرت عشرين؟ لم تتغير إذن أول شيء واحد ألفاظ العقود لا علاقة لها بالتذكير والتأنيث لا علاقة لها بالتذكير والتأنيث آه الشيء الثاني عشرين ثلاثين تشبه ماذا؟ تشبه ماذا؟ طيب نقولوا عشرين ونقول عشرون عشرين وعشرون ثلاثين وثلاثون عشرون عشرين أليس تشبه جمع المذكر السالم؟ نعم إذن هي ملحقة بجمع المذكر السالم ملحقة بجمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم بماذا يرفع؟ بماذا يرفع؟ كيف يعرف؟ بماذا يرفع؟ وبماذا ينصب؟ وبماذا يوجع؟ لابد أن تعرف هذا جيدا يرفع بالواو يعني يرفع علامة رفعه الواو علامة رفعه الواو ونصبه بالياء وجره بالياء وارفع بواو وبيجر وانصيبي سالم جمع عامر ومذنبي عامرون مذنبون وشبه ذيني وشبه عامر ومذنب وشبه ذيني وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون باب عشرون ما هو ألفاظ العقود عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون إذن هذه ملحقة بجمع المذكر السالم لعني لما يأتيك عدد عشرون هذه ألفاظ العقود لا تنظر إلى التذكير والتأنيث انظر إلى محلها الإعرابي وارفحها أو ينصبها مرفوعة بالواوة وانصبة جربليا يلا نشوف هنا طبعة مؤسسة الطباعة طبعة طبعة فعل ماضي مبني على الفتح والتأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب مؤسسة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الطباعة مضاف إليه طبعة ماذا؟ طبعة عشرين إذن مفعول به مفعول به يأتي منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم تمام؟ وثلاثين طبعة عشرين وطبعة ثلاثين الواو حرف تنتي بعد قليل إلى مجلة الواو حرف عطف ثلاثين اسم معطوف والمعطوف على المنصوب منصوب مثله اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم لما نقول جاء 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 ماذا نقول؟ جاء طيب خمسونة فاعل إذن نقول خمسونة لماذا لم نقول خمسينة؟ لأنه فائل مرفوع وجمع المذكر السليم يرفع بالواو مفهوم؟ يعني لما تجد ألفاظ العقود يعني عندك شيئين إما تقول خمسون أو تقول خمسين تقول خمسون لما يكون مفوع تقول خمسين لما يكون منصوب أو مجرور هذا هو هذه ألفاظ العقود نخذها قاعدة من هنا من أحد عشر إلى تسعة وتسعين ما بعدها دائما تعربه تمييزا منصوب دائما من أحد عشر إلى تسعة وتسعين الذي بعدها تعربه تمييز منصوب إذن مجلة تمييز منصوب عنوانا تمييز منصوب ثلاثة عشر عنوانا تمييز منصوب مجلة تمييز منصوب ثلاثة وعشون عنوانا تمييز منصوب رزمة تمييز منصوب دائماً تبييز منصوم من 11 إلى 99 إذن هذه ألفاظ العقود وقلنا لا علاقة لها بالتذكير والتأليف نأتي الآن إلى هذا العدد سحب ثلاثة وعشرون عنواناً أعيدت منها ثلاث وخمسون رزمة طيب عنواناً طيب هذا العدد من ماذا يتكون؟ هذا العدد من ماذا يتكون؟ يتكون من عدد مفرد زائد حرف عطف زائد ألفاظ العقود عدد من ألفاظ العقود طيب هذه لا مشكلة فيها العدد المفرد تعامله كما عملته في العدد المركب عندك واحد واثنين يوافق ومن ثلاثة إلى تسعة يخالف إذن هذا الأول إما أنه يكون واحد واثنين لاحظ ثلاثة وعشرون عنواناً طيب الثلاثة آه من ثلاثة إلى تسعة ومن ثلاثة إلى تسعة تأتي تخالف طيب لحظة نشوفنا المعدود عنواناً عنوان مذكر إذن ثلاثاً درها مؤلف طيب سحيبة لاحظ معي سحيبة فعل الماضي مبني على الفتح مبني للمجهول سحيبة يحتاج ماذا؟ يحتاج نائب فاعل ونائب فاعل يكون مرفوع ثلاثة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره الواو حرف عطف عشرونة اسم معطوف معطوف على منصوب ولا معطوف على مرفوع معطوف على مرفوع إذن عشرونة اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه منحق بجمع المذكر السالم الآن في هذه الأعداد المعطوفة الأهم هو الأول ثم الثاني تكتبه بحسب حركة الأول بحسب حكم الأول الإعرابي إذا كم مرفوع تقول عشرون إذا كم منصوب أو مجرور تقول عشرين عنوانا قلنا من أحد عشر إلى تسعة وتسعين الذي بعدها تميز عنوانا تميز أعيدت منها أيضا هذا فعل الماضي المبنين المجهول ثلاث هذا نائب فاعل ثلاث مثل الأولى مثل الأولى سأعطيك مثال آخر مثلا مررت مررت ب مررت ب محطة طيب محطة مذكر أو مؤنف مؤنف آه لابد السبعة الآن يكون مذكر سأخالفها ب بسبعين لا بسبعين لأن الباء حرف جر طيب و الآن ثلاثين أو ثلاثون بسيطة سأرى آه مجرور بالكسرة إذن ثلاثين سأجره بالياء مررت بسبع وثلاثين محطة الباء حرف جر سبعين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الضاهر على آخره وهو حرف عطف ثلاثين قين عطف النسق ثلاثين اسم معطوف مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم إذن القاعدة القاعدة هنا لاحظ معي الأعداد المعطوفة واحد وعشرين فما فوق دون العقود يعني دون العقود ننزع العقود العقود هي عشرون ثلاثون إلى تسعون العقود لا تتغير ولا علاقة لها بالتذكير والتأنيف وتعرب إعراب جمع المذكر السالم لأنها ملحقة بإيه ترفع بالواوي وتنصب وتجر بالياء الأعداد المعطوفة الأول مثل الأول في المركبة الواحد واثنين يطابق ومن ثلاثة إلى تسعة يخالف والثاني كالعقود الثاني تعاملهم معاملة العقود لذلك قدمت لكم شرح العقود من قبل إذن هذه هي الأعداد هذا هو العدد بسيط جدا عندك خذها قاعدة يعني الواحد الواحد واثنين أينما كان يوافق يوافق سواء كان مفردا أو مركبا أو معطوفا من ثلاثة إلى تسعة أينما كان يخالف سواء كان مفردا أو مركبا أو معطوفا تبقى لي العاشرة العاشرة لما يكون مفردا يخالف لما يكون مركبا يوافق يوافق لما يكون مركبا يوافق هذا هو من ثلاثة إلى تسعة ما بعدها من ثلاثة إلى تسعة زائد العاشرة ما بعدها يعرب مضافا إليه والأعداد المركبة والأعداد المعطوفة وألفاظ العقود الذي بعدها يعرب تمييزا منصوبا بارك الله فيكم طيب يلا أشوف هنا مثلا سأعطيكم مثال آخر حتى من باب التطبيق مثلا جاء جاء طالبا كلها مع طالبا جاء طيب أحد عشر قلنا الجميع يوافق جاء أحد عشر طالبا في المؤنث جاءت إحدى عشرة طالبة جاء واحد وعشرون طالبا جاءت واحدة وعشرون طالبة طالبة جاء 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 ثلاثة واربعون طالبا جاءت ثلاث واربعون طالبة جاء خمسون طالبا جاءت خمسون طالبة إذن هذا هو مبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا و بالنسبة لحل التمنين أحول الأعداد المكتوبة بالأرقام إلى أعداد مكتوبة بالحروف وأغير ما يجب تغيرها يبيع الوراق يبيع ماذا ألفا وخم سمئة جريدة في اليوم زار مؤسستنا صحفي مذكر إذن خمسة عشر صحفيا قتل في الحروب هذا العام مراسل مذكر واحد وسبعون مراسلا ومصورا صحفيا تنتج مطبعة طيب جريدة جريدة مؤنث إذن عشر يكون مذكر عشر عشر جرائد عشر جرائد تخرج من المعهد طالب صحفي مائة مائة وأحد عشر طالبا صحفيا و مائتين واثنتين واثنتين تخرج من المعهد مائة وأحد عشر طيب وهنا مائة وأحد عشر طالبا صحفيا و مائتان واثنتا عشرة طالبة صحفيا لماذا لأن هنا هذا فاعل تخرج من مائة وأحد عشر وهذا معطوف على المرفوع و مائتان واثنتا عشرة طالبة صحفيا حفية إذن إن شاء الله هذا هو بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته